اشتركوا في القناة الجامعات الأردنية اختصاص إعلام ولغة عربية أخت دانا مساء الخير مساء النورة أهلاً فيك نعم إذن لديك ما يقال بقضية صعوبات اللغة العربية أو حتى الإنجليزية لطلاب اللي هن يدرسون خارج البلاد هون من بلادنا من عرب الثمانة وأربعين طبعاً ماذا كنت تقولين دانا؟ أنا كطالبة لغة عربية تخصص الأساس دخلت التخصص مخلصة المدرسة مدرسة يعني مخلصة صفة ماش بخمس وحدات لغة عربية فدخلت التخصص عن محبة ورغبة لأنه كنت شايفة نفسي في اللغة خاصة لغة العربية أنه إنساني ناجحة إنساني موهوبة في اللغة فدخلت التخصص عن محبة صدمت بأول دخولي في الجامعة إلى عالم ما عرفته بالمدرسة يعني هاي عن تجربة الخاصة عن بحكيها عالم باللغة العربية أنا ما شفت بالمدرسة يعني خاصة مواد النحوية المواد النحوية هي مواد اللي مش بس أنا بعاني منها الصعوبة الكبيرة بعاني منها كل طالب بيطلع من هنا بيدرس في الجامعات بره وهي مواد أساسية بغض النظر أي تخصص كام ديودرس لو بديدرس طب في عنده مواد لغة عربية لغة إنجليزية إجبارية لازم ياخدها علشان يقدر يكمل لأنه في عندك غير المواد الإجبارية للتخصص في عندك المواد الإجبارية للجامعة ككل هاي المواد من ضمنها اللغة العربية والإنجليزية بالأول فكرت المشكلة عندي أنا كشخص بعدين فكرت المشكلة كجامعة اليرموك كطلاب في جامعة اليرموك اللي هن أغلب مواد أدبية بعدين فكرت المشكلة بس بطلاب العلوم والتكنولوجيا هي كجامعة تخصص مواد علمية بس هنا كبر الموضوع أني أنا حتى في جامعات خارج الأردن اللي طلاب راحت درست فيها مش بس بالأردن عانت من قضية أنه اللغة العربية واللغة الإنجليزية ضعيفة جدا مستوى هالتعليم في مدارسنا انت حسيت باقي الشغلة داني أول سني أنا شعرت أول سني وإثن سني لأ شعرت وعانيت فيها وما زلت أعاني اليوم أنا خريجي في السنة الرابعة من دراستي في الجامعة عم بعيد في مادة اللي هي العروض والإيقاع الشعري اسمها بتعيدي المادة لأي سنة من أولى؟ هاي تاني مرة بعيدة لا هي سنة رابعة أخذتها بس هاي تاني مرة بعيدة اسمها العروض والإيقاع الشعري الشيء اللي مش بخليني أقدر أشتاج المادة هاي انه هاي المادة تدرس في المدارس مثلا خلينا نحكي في الأردن تدرس من صف سابع تامن تاسع أنا لأول مرة عرفت المادة هاي وعرفت انه في شيء اسمه عروض وإيقاع شعري في الأدب العربي وإلى آخره عرفته سني رابعة جامعة انت يعني بتقولي لحظة بس من شان نوضح لإخوة المشاهدين وإخوات المشاهدات انت بتقولي انه مدارسنا المفروض تحط أكثر بالطالب العربي باللغة العربية واللغة الإجليزية بالذات باللغة العربية موضوع النحو والقواعد النحو والقواعد هو أساس اللغة اللي ما بيفقف بالنحو والقواعد شيئا فهو ما بيعرف باللغة اللغة مش هو كلام اللغة هو شيء موزون عندك إيقاع عندك وزن إذا ما أتقنت انت لغتك راحت للأسف انه إحنا اللغة العربية عم بتضيع عنا هذا للأسف فأنا بحكي لك انه هاي نقطة من النقاط اللي إحنا منواجهها عنا في الجامعة انه هو مستوى اللغة الإنجليزية والعربية عنا ضعيف جدا إحنا منروح الجامعة نفكر حالنا نحنا جاهزين جاهزين لعالم بس هو منتفاجأ انه منلاك فيه مواد اللي هي أصلا مراجعة لإشيء أخدته انت في التانوية المفروض وفي الإعدادية كمان إحنا منتفاجأ انه هو شيء جديد علينا طبعا أي إنسان بيجتهد ممكن يتعدى هذا الشيء ممكن انه يتعدى وينجح شو كنت يعني معذرة لضيق الوقت دانا أكيد رح يكون في إنا لقاءات بس شو كنت بتوجه للجهاز التربوي عنا في مجتمعنا العربي إذا انت حاب توجه إشيء بدي أوجه إنه نحنا من حقنا إنه ناخد العلم كامل مش من آخره أو نبلش من راسه ونقطع وعشان أنا أنجح في شيء في مقولي بدي أحكيها من أحب عمله فلن يعمل في حياته الله يعطيك العافي بالنجاح لإلك لحكون لنا لقاءات إن شاء الله وأيضا مع طلاب وطالبات من الجامعات الأردنية دانا زعبي طالبة إعلام ولغة عربية في الجامعة جامعة اليارموك مظبوط تجامعة اليارموك بالنجاح لإلك ورح يكون إلينا لقاءات إن شاء الله شكرا جزيلا لك وخليكي معاي إذا في إمكانيه شكرا جزيلا لك وخليكي معايات إن شاء الله